بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أهلا بكم أعزائي في قناتكم التعليمية متعة التعليم DZ قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد في فيديو اليوم سنواصل المراجعة للتحضير للشهادة في فيديوهات سابقة كنا تكلمنا على أنواع النصوص الفيديو وهد الإطلع على المادة الم recomTo الى كلمات موجودة العديد المسأية القناة في القناة الم FPS الفيديو، أ亞آزائي انواع النصوص في المشترع 3 المشروع الثلاثة المشروع الثلاثة في أغلب الأحيان تكون نصوص علمية تحثنا على حماية البيئة تتكلم على حالة البيئة الأوضاع البيئة نتائج تلوث البيئة نسي دسويت نتائج تلوث البيئة نتائج تلوث نتائج تلوث تلوث المحيط الرشوف المكليماتي الاحتباس الحراري تاني موضوع يعود إلى لا بروتكشون دو لانفيرانمون تيب دو تكس نوع النص نوع النص تفسيري أو شرحي للنص العلمي وش يكون تفسيري أو شرحي بالعربية المصطلح الصحيح بالعربية الله أعلم يشرح الهدف حجاجي الهدف حجاجي معناتها أنو الشرح هنا راح في خدمة الحجة يقنعنا الكاتين بحاول يقنعنا بستعمال الشرح معناتها لارгumentation نصيبوها dans لإكسplication كما؟ أفن تذكر ساحتي كما؟ أفن تذكر ساحتي لابنة من الثالث لتذكر ساحتي لإكسplication لنك لإكسplication يجبوها كان لإكسافة كيف تذكر كيف تذكر؟ لكي يثبت سحاة الرأيه طبعاً يقنعنا يقنعنا رأي يقنعنا يقنعنا un point de vue einen ويحاول يدفع على الرأي في أغلب الأحيان التي تكون هي نصوص علمية لكيثبت صحة رأيه الكاتب يستعمل الشرح لإقناع المتلقي إذن نقول هنا أن الشرح جاء بهدف الحجة لخدمة الحجة مثل المثال لدينا التكست التي توجد في page 108 ما نتكلمش الآن على النصوص ما نطبقش في هذه الفيديوهات على النصوص بيش ما تكونش الفيديوهات طويلة التطبيق رح نشوفوه في حل المواضيع لأنه بعد هذا الدروس بعد هذه المراجعة رح نباشروا في عملية حل المواضيع ونشوفو كيف نطبقوا كل شرح على المواضيع اللي رح نفتحوهم ومع بعض في الفيديوهات القادمة بحول الله إذن conclusion générale خلاصة عامة dans un text en 4 يماني في سنة رابية dans un text les passages descriptifs المقاطع الوصفية les passages descriptifs informatif الإعلامية et explicatif وشرحية peuvent renforcer la visée argumentative يقدروا يكونوا بهدف الحجة أو بهدف الإقناع ترجمة خلاصة عامة في النص يمكن المقاطع الوصفية الإعلامية والشرحية أن تستعمل في الإقناع أو أو تستعمل كحجة إذن في النص في النص في النص في النص المقاطع الوصفية 1 descriptif على visée argumentative dans le projet 1 qui parle du tourisme projet 1 ليتكلم على السياحة عندنا descriptif على visée argumentative نستعمل الوصف بهدف الإقناع تحصل على نص descriptif على visée argumentative ريسي historique نص يتكلم على أحداث كحجة côngن هناك قد نستعمل الديالوج أرغيمنتاتيف ستاديغ يكون عدنا حوار حججي شخصيات تتقدم بخصوص موضوع ويدفع كل شخصية تحاول تثبت رأيها باستعمال الحجج نتحصل على الديالوج أرغيمنتاتيف والتكس ان جنرال ناراتيف أفيزي أرغيمنتاتيف انفرماتيف أفيزي أرغيمنتاتيف كما للتكس كي بارجو باتريموان المواضيع والنصص التي تتكلم على التوراث كنت انفرماتيف أفيزي أرغيمنتاتيف والأفا في البروجة 3 عدنا إكسplicاتيف في البروجة 3 كي parle de la pollution l'environnement التلوث البيئة احتباس الحراري هذه أغلبها تكون نصص علمية إذن إكسplicاتيف يغلب فيها طابع الشرح إكسplicاتيف أفيزي أرغيمنتاتيف وفي البروجة 3 وفي البروجة 3 وفي البروجة 3 نحاول نطبقه ونشوف هذا على الواقع في المواضيع لا تنسى الاشتراك في القناة ولي ما فهمش أي عوالي عنده أي سؤال ولا ما فهمش نقطة معينة يتركي ذلك في التعليق إلى اللقاء